اشتركوا في القناة حفاظا على الامن القومي العربي واعرب جلالة الملك المفدى خلال الاتصال عن تقدير مملكة البحرين العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والامن الاقليمي والدولي كما تم بحث بعض الموضوعات في اطار علاقات التعاون الثنائي حيث ثمن جلالة الملك المفدى العلاقات المتميزة والاخوية بين البلدين في اطار اواصر المودة والاخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين معربا جلالته عن حرص مملكة البحرين على تعزيز اطر التعاون القائمة بين البلدين كما اعرب جلالة الملك المفدى عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس المصري بالتوفيق في قيادته لجمهورية مصر العربية بما يعود بالخير على مصر وشعبها الشقيق بالازدهار والتقدم من جانبه اكد رئيس جمهورية مصر العربية اعتزاز بلاده بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهم التاريخية وامانهما بوحدة الهدف والمصير كما اكد استمرار دفع اليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية